أثار إقرار إسرائيل قانوناً يحضر على الأونر والعمل في إسرائيل والقدس الشرقية أثار ردود أفعال دولية أدانت هذه الخطوة حيث أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق بشأن مشروع القانون قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو مير إن بلاده توصل حث الحكومة الإسرائيلي على تعليق تنفيذ هذا التشريع وتطلب منهم عدم تمريره على الإطلاق في تصعيد غير مسبوق وسط اعتراضات دولية وأممية أقر الكنسات الإسرائيلية بشكل نهائي قانوناً يحضر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أقر النواب القانون بغالبية 92 صوتاً مقابل عشرة أصوات معارضة كما أن ثم تنصاً ثانياً تم تبنيه أيضاً بغالبية كبيرة بواقع 87 صوتاً مقابل 9 أصوات يحضر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع أونروا وموظفيها ما من شأنه عرقلة أنشطتها إلى حد كبير وسيدخل القانونان حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من أقرارهما القرار أثار موجة من الغضب والاعتراضات الدولية جاء أولها من مفوض الأونروا فيليب لازاريني الذي أكد أن هذا الحظر يخلق سابقة خطيرة ويشكل الحلقة الأخيرة في حملة مستمرة لتشويه سمعة الوكالة أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش فاعتبر أن القرار ستكون له عواقب مدمرة على لاجئ فلسطين ويضر بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والسلمي والأمني في المنطقة بريطانيا رأت القرار خاطئاً تماماً فيما انتقدت ألمانيا بشدة الحظر الإسرائيلي على أنشطة أونروا وأن هذه الخطوة ستجعل عمل أونروا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية مستحيلاً النهج ذاته صارت عليه أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا التي أدانت في بيان مشترك هذه الخطوة واعتبرتها سابقة خطيرة للغاية لعمل الأمم المتحدة التشريع يستهدف عمليات الوكالات في القدس الشرقية ومن بينها التعليم والرعية الصحية والنظافة في أحياء بعينها وقد تعرضت الأونروا لاتهامات من الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة عدداً من موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر من عام 2023 وتكبدت أونروا خسائر فادحة حيث قتل ما لا يقل عن 223 من موظفيها وتضرر أو تم تدمير ثلثي مرافقها في قطاع غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي